الكلاب او الله مباشتمش على حاجة مباشتمش عاملين فقرة عن الكلاب طيب خلونا ناخد الموضوع من اوله رشا بو شعرة دي نائبة في لمؤاخذة ببرلمان امين سر لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب بتتقدم بطلبي احاطة لحنف الجبالي رئيس المجلس الطلبين دول رايحين لوزيرة المال محلية اللي هو هشام امنة والسيد القصير وزير الزراع والصلاح الاراضي بشأن الحد من انتشار ظاهرات الكلاب الضلة بالشوارع كويس اقتراحها تقدمت باقتراح برغبة بشأن الاستخدام الامثل للكلاب الضلة الموجودة بالشوارع قالت ان زيارة اعداد الكلاب الضلة الموجودة في الشوارع بتمثل مشكلة كبيرة حيث ان عددهم في تزايد مستمر وبلغت اعدادهم حوالي 12 مليون كلب ضال ده هالي بتقول مش عارفين الاحصاءات الرسمية كان وتتسبب هذه الكلاب في زعر المواطنين وفي اصاباتهم بحالات كثيرة من الهلع والخوف وكذلك اصاباتهم بحالات يعني كلاب بتقضهم او بتهجم عليهم وبتتسبب ايضا في نقل الامراض للانسان وكمان انتشار هذه الكلاب في شوارع مصر بيعطي مظهر غير حضاري وغير لائق بمصر كدولة سياحية وجهة نظر معلش يا معلش معلش يا حسان هاتلي بس هاتلي هاتلي الشوارع بتاعت ايتكو بتاعت ايتكو حطها دي بس على الشاشة كده عشان برضو انا عايز اقول للنائبة عايز اوري النائبة هذه المشاهد كده ونشوف هي المشاهد دي حضاري قد سات النائبة ولا ايه هنروح هنروح للكلاب ونشوف هي عايزة ايه بس الاول خلينا نقول هذا المشهد ومشهد البنات اللي قدام المدارس اللي هتشوفوه دلوقتي قدامكم دي المشاهد دي حضارية ولا هي بتقول كده بالزبط كلمتين اللي فاتوا ان انتشار الكلاب بيعطي مظهر غير حضاري وغير لائق بمصر كدولة سياحية يا سيادة النائبة ايه رأيك في البنات دول والولاد دول ده مظهر حضاري ولا ايه ولا مظهر برضو غير حضاري ولا مظهر كارثي طيب خلونا نشوف هذه النائبة قالت ايه ثم موضوع الكلاب ماليش انا روحتي بس تلقيتكم كده سريعا عشان نشوف سياسة الكلب ميكيلين انا بالنسبالي المشهد بتاع البنت اللي في قلب المية دي اسوأ بكتير من مشهد كمز بالف شارع ولا مشهد كلب في قلب الشارع وكلهم اولوية روحوا لهم بس حل على التوازن سجال في مصر كل فترة كده موضوع الكلاب الضلة دي يصعد على السحة من جديد حصل دلوقتي سجال بين فريقين فريق بيونادي بمقترح ايه المقترح بقى التصدير للخارج التصدير للخارج والتاني بيقول لا يا جماعة ما ينفعش يقول لك اصلاحنا لما هنصدر الكلاب للخارج اعزاكم الله يحصل اختلال بيولوجي وحيحدث خلل في التوازن البيئي وخرق لحقوق الحيوان في نفس الوقت القصة دي مش من النهاردة قصة بقالها تلات اربع سنين بيدوروا على ايه يعني هو عايز تتدرها المين يعني الدول اللي تاكل الكلاب يعني ولا علشان عايز عملة صعبة عايز يعمل ايه ولا هي عايزة تعمل ايه رشا بو شقرة قالت ان هذا المخترح بيستهدف حق الحيوان والانسان على حد سواد وقالت ان ازمة الكلاب الضلة لها اكتر من جانب تسبب زعر للمواطنين ويتعرض البعض بسببها للعقرة او الهجوم وتسبب اثار سلبية على السياحة اهم حاجة السياحة يا جماعة اهم حاجة السياحة احنا في 2000 كان دلوقتي 23 من خمس سنين في 2018 قرار حكومي صدر من وزارة الزراعة بتصدير نحو اربع تلاف ومية كلب وقطة ينهر السورة الى عدد من دول العالم التي تسمح بتناول ايه قلتلك هو عايز يصدرها الناس اللي بتاكلها فيبيعها يعني يبيعها يعني ايه اه 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 روحي تنزل اشتري بدلا ما تستريلنا مثلا اه عجل روح اشتري كلب القرار وقتها هتقابل بهجوم شديد جدا المعنيون بحقوق الحيوان قالوا ان ده منافي للقيم الانسانية والدينية هو هيصدر الكلاب عشان تتدبح احنا بنتبح حيوان لا يحق لنا ذبحه روح يعني روح والله يا سيادة النائبة والسيادة النائب اللي قدم هذا المقترح ولا اللي قدمه المقترح في 2018 عايز اقولك لو انت مثلا كنت عايز تصدر طيارات تصدر عربيات تصدر اه تصدر اجهزة كهربائية اقولك ما هي شيء لكن تصدر كلام هي دي اخرتكو يا جماعة هي دي هو ده الشغل الشاغل بتاعكو وقولك اصل الحمد لله بيأثر على السياحة ومظهر غير حضار انا الوقت مش بتكلم على قصة الضرر والازى روح حلوها سيقولي يعني انت عايز الكلاب تعض وتعقر وتهجم لا مش عايز الكلاب ولا تعض ولا تعقر ولا تهجم بس عاوزك انت كمسؤول تدور على حلول اعمل حلول ولا انت لما بتكون عايز تعمل حلول بتعمل مش في فترة من فترات كده السلعوة فاكر السلعوة وبعدين اتحلت مبقاش فيه سلعوة وكل التلات اربعة سيقولك حالة مش عارف فين في جنوب في الصعيد اه سلعوة وهجمت وبعدين انت لو عايز تحمي هتحمي ولو عايز تاخد احتياطك هتاخد احتياطاتك ولو عايز تتحرك في مساحة مهمة خاصة بهجم الاف هتتحرك لكن انت للأسف عندك مشكلة ازمة يا جماعة ازمة كبيرة جدا موضوع الكلاب والتصدير والقصة الكبيرة طب حجم الازمة ايه؟ تعالوا بقى كده نشوف حجم الازمة احنا معنا يا جماعة نفو الجلاف ولا حاجة؟ طيب وزير الصحة خالد عبدالغفار قال ان فيه اهتمام من الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضل وان عدم وجهة ظاهرة الكلاب لها اثار اقتصادية واجتماعية كبيرة وقال ان حالات العقر المسجلة خلال الاعوام الماضية بدأت تتزايد بنسبة اشرين في المية سنوية وان فطرة قورونا تراجعت نسبة العقر طبعا الناس تتنزلش في الشارع وعادت للزيادة مرة اخرى سنة عشرية اتنين وعشرين وقال ان اكثر المحافظات تعرضا للعقر قاهرة وجيزة والبحيرة وهي من المحافظات اللي بتتأثر بالحيوانات الضلة وقال ان تكلفة توفير الامصال وصلت الى مية ستة واربعين مليون جنيه سنة الفين وتسعة عشر ومية واحد وخمسين مليون في عشرين اتنين وعشرين وممكن تصل لخمسمائة مليون جنيه بعض البيطريون بيقولوا مفيش احصاءات دقيقة باعداد الكلاب الضلة والتوازن البيئي يحتاج ستة مليون منها نقيب البيطريين بيقول تمانية مليون كلب ضال زيادة عن المعدلات الطبائية اخصاء اجراحة حيوانات بيقول التعقيم هو الحل الافضل عايز اقول لكم انا مازج احنا شفناه في الخارج بره يعني موضوع التعقيم ده بعيدا عن هي محققه نجاح بنسبة قد ايه وتلاقي الكلب ماشي في الشارع قاعد متطاعم وموجود في وسط الناس لكن فودانه محطوط زي مختوم ختم كده هذا الختم دليل على انه كلب غير مش كلب هيهجم عليك يعني واخد تطاعماته واخد وعملين احتياطاتهم وفيه شرطة للكلاب بتتحرك في الشوارع وبيحطوا لهم اكل والامور ماشية لكن في مصر للاسف الشديد للاسف الشديد ما بيمهمش البني ادمين هيفزعوا او وحيهتموا لشؤون الحيوانات هذه هي مصر وده اللي بيحصل في مصر في الفين تلاتة وعشرين وحيفضل يحصل كثيرا كثيرا لحد ما انت هتتكلم وحد ما تنطق وحد ما تقول يا جماعة ارحمونا لان احنا مش عارفين نعيش هنعيش في حالة واحدة لو صار خطنا المكتومة خرجت واكيد اكيد اللي خرجها في الفين وحداشر قادر انه يخرجها في تلاتة وعشرين او في اربعة وعشرين